السلام عليكم. دلوقتي عندنا البرمجة هنا هتمشي كود او هتبدأ تعمل في الكونسول بالترتيب الاكو كود. يعني هي سطر بصدر. في سطر التاني بقول له. تمام? يعني اكتب اطبع الخطوة اللي اكتب الخطوة التانية. طيب اللي يظهر لنا في السطر ده هو ايه? اوكي? تمام. في المسألة دي بقول لك ايه? ضف لنا على الفارياب والسبعين ده واحد ويطبع هلنا بجانب طيب. دلوقتي بقول لك هنا هيكتب ايه? بدي انت نمبر الفارياب والبتاعنا. هنقول له واحد زي المسألة ما بتقول وهنقول له. اللي يحصل هنا ايه? قال لك بيساوي واحد وسبعين زي المسألة ما قالت. يبقى الكود مش هبترتيب الكلام. تمام? اول حاجة طبع الفاريابل وبعدك ايه طبع الحاجة اللي بعدها كقيمة.